اشتركوا في القناة خسر جميع حروبه بالوكالة ليتحول إلى داخل المعركة عبر مرتزقته وجيشه مستغلا الموقع الاستراتيجي لتركيا إن مؤتمرنا هذا تم التنسيق له بدعوة من قيادة السورية الديمقراطية لأن العشائر السورية مصرة على أن تتحدث وأن تدلي بدلوها حول الاعتداءات التركية التي تجاوزت على حدودنا وتجاوزت في السابق على حدودنا نطالب المجتمع الدولي بأن يؤمن لنا حماية جوية ونحن نتكفل بطرد هؤلاء الأوغاد أردوغان وأزلامه وطغمته العسكرية التي تعودت على احتلال المناطق والدول هذا وطالب شيوخ وجهاء العشائر بموقف واضح وصريح حيال أفعال الدولة التركية والاستفزازات التي تمارسها في استهداف المدنيين والمناطق الحدودية نحن في الجزيرة السورية نتمنى من الكل أن نكون يد واحدة ضد الهجمة الشرسة البربرية الأردوغانية ولا نعول على أمريكا ولا نعول على أي أجنبي بالنسبة لمنطقة الجزيرة فالجزيرة لأبناءها السوريين قامت الحكومة التركية وفي هذا الوقت بالذات بتهديد المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا وفي نهاية الملتقى قرأ بيان ندد بالاعتداءات المتكررة للشريط الحدودي بين سوريا وتركيا وأكد البيان أن وجهاء وعشائر القامش لوريفها بكل مكوناتها يقفون صفا واحدا في وجه الاعتداءات والتهديدات التركية وأنه لا تقبل العشائر أن يمثلهم أو يتحدث باسم قبائلهم وعشائرهم أيًا كان من خارج أرض الوطن السوري ودعوا إلى الحوار السوري السوري